بدعوة من الأزهر الشريف افتتح إمام جامع الأزهر دكتور أحمد الطيب فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف والذي يستمر على مدى يومين ويشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء المسلمين من 120 دولة ومنظمة دولية وإسلامية ورؤساء الكنائس الشرقية وممثلين عن بعض الطوائف الأخرى التي عانت من الهجمات الإرهابية في المنطقة وفي كلمة ألقاها الطيب اعتبر أن مؤتمر الأزهر ضد الإرهاب يأتي في وقت بالغ الدقة والتعقيد والخطر المطبق على البلاد والشعوب الإسلامية الذي دهمها من الداخل والخارج وأطلق الطيب نداء إلى المسلمين بالوثوق بالأزهر جامعا وجامعة من هذا المنطلق أتوجه للمسلمين كافة طالبا إليهم أن يثقوا ثقة مطلقة في الأزهر الشريف جامعا وجامعة فهو الأمين على تلقينكم أيها المسلمون على تلقينكم أمور دينكم عقيدة وشريعة خالصة كما أرادها الله وبلغها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبعيدة عن تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين من جهة ثانية أشار البابا توادروس إلى ما تعرضت له الكنائس في أغسطس عام 2013 من عمليات تخريب وحرق طالت العديد منها مؤكدا أن اعتقادنا كان ولا يزال أن وطنا بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن كما ألقى المترامبولوس مطر رئيس أساقفة بيروت للموارن كلمة اعتبر فيها أن المسيحيين ليسوا أقلية في العالم العربي وأن القرآن الكريم لا يتكلم عن الأقليات بل عن أهل الكتاب وأهل الكتاب هم أهلكم وإننا طمعون بأن يكون لنا مكان في قلوبكم مثل ما كان لنا مكان في قلب الرسول العربي الكريم هذا وألقى السيد علي الأمين كلمة اتهم فيها بعض الدول والأحزاب في خلق أجواء وظروف ساهمت في ظهور الجماعات الإرهابية وقد ساعد على ظهور حالات التطرف في بعض المجتمعات هو الاستبداد الذي مارسته بعض الدول والأنظمة في شعوبها وتنظيم شؤون الأحزاب فيها بما في ذلك الأحزاب وهذا مما جعل المناخ ملائما لولادة حالات التطرف تجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد كل من قطر وتركيا من المشاركة في فعاليات المؤتمر ترجمة نانسي قنقر